سيندواد لاند حديقة متنزه مسرح مؤسسة للترفيه في العاصمة بغداد من الذي يمتلكها؟ سعيد الفحام ومن وصفه بالفحام هذا يعني أنه هاشمي لكنه لا علاقة له بالتدين لا من قريب ولا من بعيد وهو رجل كبير السن ثري من أثرياء العراق من الذي جعله بهذا الثراء؟ ومن الذي مكنه أن يمتلك هذه المؤسسة الترفيهية هي جزء من ممتلكاته الذي مكنه شريكه شريكه الحاج عصام الأسدي من أكبر أثرياء العراق بعد 2003 ميلادي زاد ثراؤه بعد 2003 ميلادي بشكل فاحش من الذي مكنه من هذا الثراء الفاحش عمار الحكيم وبعد ذلك نوري المالك علاقة عصام الأسدي بآل الحكيم وكذلك علاقته الخاصة والخاصة جدا بنوري المالك وأنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع وإلا فهناك الكثير من المعلومات وهناك الكثير من الوثائق لا شأن لي بعصام الأسدي أو بسعيد الفحام وإنما أردت أن أقول لكم من أن المكان الذي أقيمت فيه حفلة محمد رمضان أساسا خرج من داخل الوسط الشيعي المرجعي والحزبي القطبي هذه المؤسسة أيام المالك كان يمتلك منها عصام الأسدي أربعين بالمئة وشريكه سعيد الفحام كذلك يمتلك أربعين بالمئة وتاجر سني الخاصكي يمتلك منها بنسبة عشرين بالمئة بعد ذلك سعيد الفحام أيام حكومة العباد اشترى حصة عصام الأسدي وكذلك اشترى حصة الخاصكي وصار مالكا وحيدا لها هؤلاء هؤلاء عصام الأسدي سعيد الفحام الذين مكنوهم من هذا الثراء الفاحش ما بعد 2003 عمار الحكيم آل الحكيم وحزب الدعوة وبشكل خاص نوري المالكي فأنا أسأل الشيعة الذين يعترضون ما هي جيفتنا من نوبينا وخيستنا من نوبينا على شنو مع ترضي ما تقولوا لي على شنو مع ترضي ما هي خيستنا من نوبينا وجيفتنا من نوبينا الذين سهلوا لسعيد الفحام ما سهلوا وكذلك لعصام الأسدي نور المالكي عمار الحكيم صابر العساوي الذي كان أمينا للعاصمة وهو من جملة مجموعة عمار الحكيم وكذلك أمينة العاصمة من بعده ذكرى علوش رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي تجمع صور هذه الشخصيات هذا هو نور المالكي عمار الحكيم صابر العساوي ذكرى علوش وهذا عصام الأسدي اليد الاقتصادية الضاربة لحزب الدعوة ولنور المالكي بشكل خاص الذي أعطاه أهم المشاريع في العراق وفي بغداد فامتلك ثروة خيالية هائلة قطعا المالكي وحزب الدعوة ينتفعون من ذلك وسعيد الفحام هذا هو مالك المؤسسة الترفيهية التي عنوانها سندباد لاند وعرضوا لنا اللوحة التي تشتمل على صورة الشريكي هذا عصام الأسدي وهذا سعيد الفحام فسندباد لاند مؤسسة ترفيهية شيعية الذي يمتلكها سعيد الفحام هاشمي سووا بنا سادة لعبوا بنا لعب لعبوا بنا جولة ما نقلت لكم قبل شوية جيفتنا من نوبين وخيستنا من نوبين هذا هو الواقع كل المشكلة تبدأ من ذلك الزقاق في النجف من زقاق الشيطان من زقاق السيستاني من هناك تبدأ مشكلتنا من زقاق الشيطان من زقاق السيستاني في النجف كل مشاكلنا من هناك تبدأ نذهب إلى فاصل